وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بموصلة الجهود المكثفة في إطار العمل على إضافة حوالي ثلاثة ملايين ونصف المليون فندان في الجلدة الجديدة وتشكى وسيناء إلى الرقعة الزراعية في مصر وهو ما يفوق ثلثة المساحة المنزرعة على مستوى الجمهورية جاء ذلك خلال اجتماع للرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع وعدد من المسؤولين لمتابعة مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي اطلع على تطورات المراحل الحالية والمستقبلية لمشروع مستقبل مصر الذي يقع ضمن نطاق المشروع القومي الدلتة الجديدة بما في ذلك معدلات سير العمل في البنية الأساسية للمشروع وأضاف متحدث الرئاسة أن المشروع يأتي في إطار استراتيجية الدولة لمواكبة احتياجات الزيادة السكانية وتحقيق الأمن الغذائي وزيادة الصادرات الزراعية بالإضافة إلى تعزيز التكامل بين جميع قطاعات الاقتصاد الوطنية ترجمة نانسي قنقر